ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياء كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين أعلنت مدرية الصحة بالميني أنه تم توقيع الكشف الطبي على 9739 مواطنا خلال ستة قواف الطبية نفذتها المدرية خلال يوليو الماضي وذلك في إطار جهود الدولة لوصيل الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والكرة الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياء كريمة أكدت وزارة التخطيط أهمية تفعيل المتابعة الإلكترونية للمبادرة الرئاسية التي تعد الأطخم على مستوى العالم وخلال كلمة لوزيرة التخطيط هالا السعيد في ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرنس شددت وزيرة التخطيط على ضرورة مشاركة الجهات كافة وخاصة مسؤولي التخطيط والمتابعة في المحافظات في عملية المتابعة وتقييم أثر الجهود التي تبذلها الدولة على حالة التنمية وجودة الحياة في القرى والمراكز المستهدفة للوصول إلى تجمعات ريفية مستدامة